اشتركوا في القناة تنظم جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بشراكة استراتيجية مع تمكين تنظم المؤتمر والمعرض الدولي لمنظمات التدريب الخامس والأربعين أواخر شهر مارس المقبل وقال رئيس الاتحاد الدولي لمنظمات التدريب محمد الشيخ إن أهمية المؤتمر تكمن في كونه منصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين كافة صناع القرار في قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية باعتباره الاستثمار الأهم لأي مؤسسة وشركة وسيتطرق المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث الآليات الحديثة في عالم التدريب واستعراض قصص نجاح مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية هذا المؤتمر مؤتمر عالمي وتمكين دعم للمؤتمر وتمكين دعم لكل مبادرات التدريب في قطاعات المختلفة والتدريب البحرينيين يصب في أهدافنا الرئيسية يجعل البحريني الخيار الأمثل للتوظيف القطاع الخاص وقمنا بموادرات عديدة في جانب التدريب وتوظيف البحريني للقطاع الخاص ونهدف من هذا العمل أن يكون القطاع الخاص هو المحرك للنمو الاقتصادي لمملكة البحرين أقامت شركة خليج البحرين للتطوير منتدى خليج البحرين للأعمال 2016 بحضور نخبة من المستثمرين والمساهمين في مشروع خليج البحرين إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين الممثلين عن عدة قطاعات اقتصادية وقد شكل المنتدى فرصة للحضور للتعرف على كافة المشروعات التطويرية والفرص الاستثمارية المتاحة لهم في مشروع خليج البحرين والذي تمكن من استقطاب عدد من أبرز الشركات والمطورين العالميين الذين سارعوا للاستفادة من فرص الأعمال الحقيقية بالمشروع كما وفر المنتدى منصة مثالية لبناء علاقات تجارية جديدة وتقوية الشراكات بين المستثمرين وإيصال الرؤية الاقتصادية والاستثمارية التي يستند عليها مشروع خليج البحرين مشروع خليج البحرين يحتفل بمرور عشر سنوات على انجازه ومثل ما شفتوا اليوم في العرض المتكامل للمشروع الحمد لله انجازنا 85% من المشروع بالإضافة إلى 100% من كل البناء التحتية من تبريد من كهرباء من مجاري فالأمور كلها الحمد لله ماشية حسب الخطة ونحن فخورين اليوم بالحضور الكبير في المؤتمر بالاحتفال على مرور عشر سنوات على مشروع خليج البحرين بالإضافة إلى احتفال إلى بيع 25% من المشروع تغريبا فالإضافة التي تضيفها مشروع خليج البحرين حق اقتصاد البحرين إضافة كبيرة أقفل مؤشر البحرين العام اليوم محافظا على إقفاله السابق مقارنة بيوم الخميس الماضي وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 626 ألفا و 63 سهما بقيمة إجمالية قدرها 140 ألفا و 98 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 27 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 79% من القيمة الإجمالية للأسهم